طيب خليني أرجع لنقطة كتقالتها هدير من شوية كنا بنتكلم عليها إن قصة النصب على الناس في قصة البنوك اللي هي الرسالة اللي كانت بتيجي وحسابك البنك تم وقفوا وديني الباسورد بتاعت الحساب المصريين فقسوها عرفوها وطلعوا عليها كوميكس ومش عارف ايه وخلاص بقت ايه تا لكن رغم إن المستريح ظاهرة من التمانينات في شركات توظيف الأمان وبتطلع للمجتمع كل شوية إلا إن المصريين ما زالوا بيقعوا في نفس الفجر صحيح وما عندهم شائسك ده سؤال مهم أنا مش فهم ليه يعني مش ليه إجابة دكتور هو أشوف هو في حقيقة الأمر ظاهرة المستريح هي وقد شكل كبير اليومين دول أو من التمانينات ولكن النصب موجود أينما موجود الإنسان يعني من قديم الأزل أنا يعني عجوز شوية كان إحنا على أيامنا النصب ده لعبة التلات ورقات فتح عينك تاكل مال بنهاية الكوتشين وخطوها كده والجين يعمل خمسة مثلا يعني وكانت الناس تفلص ويتضحك عليها ونفس اللي بيفلص ده بالليل تلقيه واقف بيلعب التلات ورقات تاني وبيتضحك عليه تاني ومعتقد إن الجنيه هيجيب خمسة جنيه وبعدين بتاخد أشكال مختلفة باختلاف العصور والأزمنة والمجتمعات يعني كان فيه في وقت ظهر جرام نصب إن يجي يقولك الدين إنت مية جنيه حدهم لك مية دولار والعكس عشان يكسب بيهم يرش عليهم شوية حاجات كده هو تقولك بيحضر عليهم عفريط وجانا ما فيش الكلام ده طبعا وتفوجع إن هو يقولك تباو اتفضل وقعد برة وتليه نطم الشباك وهو قافل الباب واخد الفلوس وجارة الناس راحت في المقات الألوف وفي ملايين شكل من أشكال النصب النصب الإلكتروني يعني الحد النهاردة ناس بيتنصب عليها من خالي السوشيال ميديا يعني ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته عنده دفع التملك الإنسان بطبيعته عاوز يكسب الإنسان بطبيعته الفلوس بتسبب له نوع من الأمن أو بتشبه عنده الحاجة للأمن عارف اللي قاعد في بيئة مستقرة فيها حب وفيها حنان وفيها مشاعر وفيها سلوك أنسنة وفيها شعور بالرضى وفيها استمتاع بأقل مفردات الحياة مش هيقع في الفخ ده وحيبقى سليم إطلاقاً تطلع له بقى من التابلت تقول له نصب الإلكتروني يقولك لا تبعت له إس إم إس بعت لي كذا واخد كذا يقولك لا يقولك لا يا عمبا مش عارف إيه هتلاقيه هادي كده فيه هتلاقيه هادي هادي كده على نفس آه عنده تموح آه بيشتغل على نفسه آه بيطور من قلياته ولكن مش طماع يعني شعرة معاوية راضي 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 بكل الرضا أو يمكن يدخل كمان بيكون فيه تفكير منضابط إنه السبيل للكسب وسبيل واضح تعلينا كلنا في المدارس عارفين إزاي بتعمل مشروع ما طريقة المشروع ده بتكون عاملة إزاي لكن مسألة إنه أدي فلوس لواحد أنا مش عارف هو بيشتغل فيه إيه أكيد هنا مية في المية حتى لو مطلعش نصاب في المكسب أكيد حتى مش مضمون صحيح ما هو دائما عنده روح المغامرة يعني حتى بيحجب أحكام العقل زي ما حضرتك بتقولي هي أي مقدمات طبيعية بتؤدي نتاج حكمية يعني طبيعي أنا شغال في المشروع الجنيه عارف بيكسب كام إنما عشان واحد يقولي الجنيه يكسب عشرة طب بتكسب في إيه؟ طب بتشتغل في إيه؟ طب ما تشركني يعني علمني حتى الصنعة كان زمان فيه مثل يقولك ما تدينيش صنارة أصطاد بيها يديني يا أبو سوري ما تدينيش سمكايا كلها يديني صنارة أصطاد بيها طب انت علمني الشغلة إيه؟ لا أم بيعلم كيش هو قاعد عامل هالة حول منه دايماً بيعمل إغراءات إيه الحياة للنفسية اللي هو بيستخدمها النصابة علشان يوصل يعني للكم ده من الضحايا يعني إحنا نتكلم فالناس بتوصل لنصف مليار جنيه هو معظم اللي منصوب عليهم بتبقى الشخصيات قابلة للإيحاء فهو دايماً يستخدم التضليل والتزيف والنصاب مش بيطلب منك فلوس النصاب بيخليك تطلع الفلوس من جيبك بقراطك وتتمني إنه ياخدها تقول يا رب بس يقبل إنه ياخدها ليه؟ لأن انت بتشوفيه مبهر شخصية مبهرة بيصرف ببزخ بيعمل لله كتير ليه حظوة اجتماعية فتتمني تخشي في كنفه تقولي بس يعني يبقى عشرة في المية منه بس يبقى حلم حياتك إنك تبقى عشرة في المية من الشخصية دي فبتطلع اللي في جيبك بقراطك ما بيطلبش منك حاجة ده الفرق منه وبنه الحرامي على فكرة أيها بس يعني ظاهرة مصطفى البنكة مثلاً في أسوان الناس كلها كتعرفة إنه نصاب وعرفة إنه مسجل وليه سوابق ورغم كده نجح إنه هو يقنع أهلينا الطيبين في أسوان إنه هو مش عارف بياخد البهايم يعمل إيه وبيتجرف وش عارف في إيه وبيعمل إيه والناس قلت لك لا هو مش بهايم هو عنده مخدرات وأثار بقى برحضرتك يعني هو برضو موضوع غريب يا الإغراء بص كتبرحض لك الإغراء الغواية بيستخدم الغواية إحنا قلنا بيستخدم الدين مع إنه مصطفى البنكة مكانش متدين ولكن كان موديل السنة يعني السبحة الكبيرة والختم كده اللي فيه فص شكله نحن لمعرفش مين يعني هو إيه موديل العشرين اتنين وعشرين تدين بتاعه كانوا ياخد شكل تطوري شوية فده برضو ببتدى ينصب على الناس اتعامل معهم بالمفردات بتاعة البيئة أنا بدي بهايم حاجات في الزرع حاجات في الضرع يعني يبتدى يتكلم بمفردات البيئة ما تكلمش لغة مختلفة فبالتالي قدر يحصل منهم على مكتسبات أخذ رموز عائلات فرموز العائلات دي كتعاملة ثقة في المحطين لما يبقى الكبير هو اللي راح هو بياخد رأس الهرم بالزبط كده هوت فاللي حوالين منه الجوع اللي حوالين منه بتروح بكل سهولة وبكل يسر علما بقى ان دايما مصطفى البنكة او غير او اي نصاب ببقى سايكوباتي يعني عنده اجرام اجتماعي منعدم الضمير بيبقى شايف احتياجاتك ايه وبيسوق عليها يعني انت عاوز تتجوز يبتدى يغريك اللي انت ممكن في شهرين يجيب لك شقة واحد تاني عاوز تجيب عربية بيدي يغريك اللي انت في شهرين يجب عربية حديثة بيبقى لحتياجات الناس رغم انه عارف انه يعني اكيد هو مدرك انه الناس اللي اديتك كل اللي حلتهم دول ايوه ممكن حياتهم تروح بعد ما فلوسهم تروح ايوه ايوه فيقى منعدم الضمير يعني حتى ما بيضعفش قدام دموع الناس او الامها اوه ايوه ايوه ايوه